اتفقت إسرائيل وقبرص على متابعة سبل إقامة ممر مساعدة بحري لغزة في خطوة قالت إسرائيل إنها مهمة نحو فك الارتباط اقتصاديا عن القطاع قال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن الممر سيخضع لتفتيش أمني تنصقه إسرائيل كما عرضت قبرص استضافة وتشغيل مرافق تقديم المساعدات المستمرة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب المدمرة بين إسرائيل وحماس وإذا تم تنفيذ الخطة فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيف الحصار البحري الإسرائيلية على غزة منذ أن فرضته إسرائيل لأول مرة في عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على القطاع